نكمل باية الأسماء نكمل باية الأسماء معنا في ريكاردو موسكاتيلي وده ولد برضو إيطالي مصري بلعب واحد من أشهر أندية إيطاليا وهناك جنوى الإيطالي اللعب موليد 2004 عنده 17 سنة بلعب في مركز الباكرايت هو بالمناسبة في أسماء ليه مصري يعني ريكاردو ده ليه اسمه مصري واللي هو بس ريكاردو أنا بعرف أنه في بعض الأسماء يعني استفان شعراوي مثلا كان اسمه كريم بالضبط كده مزبوط أليكزندر ياكوب زن أمير عادل أمير جي هنا يعني تجربته في مصر ما كانتش أحسن حاجة بس يعني اسمه أمير عادل بس ريكاردو هو اسمه ريكاردو ما فيوش تريك عندنا ده بيلعب فين؟ في جنو بيلعب باكرايت ووينجر عندنا وينجر كده اسمه ريكاردو موسكاتيلي في منتخب مصر برضو يعني لطيفة الحقيقة الولد ده ممتاز جدا بس مشكلته هي مشكلة الأوراق علشان خاطر الأوراق بتاعتم محتاجة وقت شوية ممكن نشرحها برضو في تفصيلتو كل واحد واسم من دول هنركز عليه في حلقة من الحلقات ونقدمه لحضراتكم بشكل مفصل نحن بس بنقدم لكم أسماء سريعا ونعرفكم عليهم بشكل عام فيه صلاح باشا طبعا وهو لعب فترة في الأهلي بالمناسبة مع أنه هو مولود في إيطاليا لكن جي قاعد فترة كده سنة أو سنتين هو أخوه في الأهلي ورجع تاني لإيطاليا بلعب في أدونيزي وهو هدف فريق الشباب تحت 19 سنة في نادي أدونيزي هو مهاجم صريح سترايكر صريح رقم 9 وكنت الحقيقة وصلتوا فعلا بكابتن محمود جابر صراح ده ليه أخ اسمه ريتشير ليه أخ اسمه ريتشير بلعب في الأهلي بس هو حقيقة صلاح هو المميز مين الهجمين اللي كتب باشا ماصر دي أو أنا اللي كتب لا ولد مميز جدا مهاجم سندوق أدونيزي ده اللي لعب فيه حازم لما احترف بره مصبوط واحد طبعا من الأندية الكبيرة والمشهورة طبعا في إطلاق فيه كمعا ده سليم طالب وسليم طالب ده العيد موليد 2006 بلعب فيه نادي هيرتا برلين الألماني طبعا ده نادي كبير طبعا طبعا وهو كابتن فريق تحت 16 سنة وعنده 15 سنة جبته على فكرة معسكر مع منتخب 2006 مع كابتن محمد واهب الحقيقة بالنسة معاته الوقت وهو متعاون جدا متفاهم جدا ومهتم جدا زيه كابتن محمود جابر بملف المحترفين نحاولنا انتواصل معي بس ما نجحناش في ده يعني ممكن دي بعض القطاعات للاسليم طالب والولد ده حقيقي ممتاز جدا وكورته حلوة قوي الكرة بيقدر انه هو عنده كنترول عليها بشكل كويس قوي الرؤية بتاعته الملعب ممتازة جدا الباصل حلوة جدا في رجله عايز اقولك ان الأسبوع اللي فات بس كمان تم تصعيده يتمرن مع الساكن دي تيم لهيرتا برلين هو تحت 23 سنة رغم انه لسه 15 سنة بس طبعا بس انه صغير جدا بالزبط فالولد ده حقيقي ممتاز جدا يعني هنالكلام اكيد عليه بشكل اكبر في حلقة تانية فيه تيبو غوبرييل وده برضو بيلعب في المانيا وفي نادي هوفنهايم ومتا يمكن ذكرت في البداية قلتها حد بيلعب في هوفنهايم هو تيبو غوبرييل تيبو غوبرييل بيلعب في نص الملعب في فريق تحت 16 سنة بهوفنهايم هو 5-6 وكمان ممكن يلعب كما الساك كسنتر باك مع الجنسية المصرية والألمانية وبرضو جير حقيقة معسكر مع كابتن محمد وهبة هو واحد ملعب الممتازة جدا يعني كل ما يروح فريق الحقيقة بيختاره كابتن سبحان الله هو فعلا ما تشوفه وتتعامل معاه لا عنده سمات فعلا القائد وولد ممتاز جدا تيبو غوبرييل اه لا قدامنا دلوقتي ده بالزبط فيه كمان معنا آدم طلبة ده انت كمان يعني احنا تقريبا كل المراكز فيها لعيبة كل مراكز يعني خط دفاع خط نص خط هجوم صنع لعب يعني مفيش مركز كل مراكز فيها لعيبة ولأسمحنا على السعادة النهاردة دي مش هي بس ده فيها أسماء تام بس احنا طبعا عشان على فكرة بس وشان بردو الكلام يتفاهم في السياقه الطبيعي انا عش بقول ان الولاد دول احسن من الولاد الموجودين انا بقول ان الاثنين مع بعض قوة ضربة وهيخلقوا منافسة وهيدوا لأي مدير فني ماسك اي فئة عمرية امكانية انه يختار وخدوا بالكو برضو يعني مع كامل احترامه التعديل يمكن ده بيحصل في في الاهلي بس بس يعني 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 انا بكلم على فكرة انك انت تطلع الولد من تحت متربي بشكل احترافي برا في اي نادي هتلاقي المنظومة على اعلى مستوى تغزية على اعلى مستوى نظام حقيقة على اعلى مستوى وتدريب على اعلى مستوى علاج على اعلى مستوى فده بالتأكيد برضو اضافة لأي منتخب بيمس المصر فيه كمان معانا ادم طلبة برضو في المانيا وحايا فيه كتير في المانيا تحديدا مصريين ادم طلبة واحنا يمكن ذكرنا في الاول محمد طلبة وقالنا بلعب في منتخب المانيا ادم يبقى اخوه بلعب في نفس النادي في بوخهم برضو ولكن اصغر منه بسنتين بسنة واحدة 2005 محمد كان فيه واربعة لكن ادم 2005 وادم بلعب في مركز المهاجم وصنع الالعاب نعم باي وان جيت وان فري اخد واحد واخد اقتنع يعني انت في اتفاق من النوع ده لو واحد اقتنع التاني طبعا هتسهل الدنيا اكيد طبعا فادم بلعب مهاجم وبيلعب صنع العاب بوخهم تحت 17 سنة وولد من الاولاد الحقيقة المميزة جدا كمان في نختم في تواصل واسيم مع الولاد دول حصل طبعا طبعا انا بقولك انت بتعمل سرش على العابة دي وبعدين تعمل كنتكت معاهم وبعدين ترجع تكلم المدرب هنا بتاع المنتخب وبعدين تعمل كنكشة ما بينهم طيب اعايز اخر اسم معنا اخر اسم وده بقى مش لعيب كورة ده مدرب صروة عقل صروة عقل ده مدرب حراس مرمى فين بقى في واحد من اكبر انديت العالم بوريس دورتموند الالماني هو صحيح بتدرب الناشئين تحت عشر وتحت تسعة سنوات في بوريس دورتموند هم ده بحراس مرمى زي ما بقول ولكن خد بالك انه افضل مدرسة حاليا في مركز حراس مرمى هي مدرسة الالمانية فلما يتم الاستعانة بواحد مصري هو اللي بيعلم الناشئ الصغير في نادي كبير زي دورتموند ده هي كبيرة جدا وبعدين أسبا كان بلعب في الاهلي